سلوة لكن إحدى المقولات التي يعني أنا سمعتها إنه حضرتك قليلة الأصدقاء في الوسط الفني مصبوط؟ بصي هو أنا إيه؟ يعني طبعا هم زميلي بحبهم جدا جدا كلهم ويعني ساعت في أكتر الزمل اللي أنا اشتغلت معهم بيبقى في كيميا بيننا وبنطلع الحمد لله شغل حلو قوي بس أنا يعني ما عنديش اختلاط قوي في الوسط يعني اختلاطي إن أنا جوا شغلي أكتر أكتر حاجة ليه بقى أصحاب بره اللي هما معايا كانوا في المدرسة أو بتفصلي تماما يعني ما عندي فيش تصوير بترجعي لأصحابك وخياتك آه لكن ممكن مثلا إن إحنا يعني مثلا مرة وفاق عمر عزمتنا كلنا عندها في البيت لما خلصنا عرب وبتاع يعني مش بقول لأ أنا ما ليش دعوة بيهم أو بس يعني بنبقى مع بعض في احتفالية في شغلنا آه لسا مخلصين عمل آه لسا مخلصين عمل وكده فلكن بقى كده الواحد كمان كل واحد بعد كده حياته بتشغله يعني لأنه كل فنان بيبقى إحنا طول الوقت مرتبطين لأن إحنا بنعمل عمل واحد مثلا ورمضان طبعا بيخلينا كلنا جوه المسألة وكده طبعا وبيبقوا تحت ضغط وكده آه وأول ما بنخلص بقى إيه اللي بيسافر هنا اللي بيروح هنا اللي بيجي هنا فممكن برضو الحياة تاخد الممثل أو الفنان يعني بس يا لانا فنانة سلوى عثمان من الناس أنت بدأتي تقريبا ده نقول في نهاية السبعينات تقريبا إن شاء الله آه بدأتي فلو قعدت تشوفي كمية الأعمال يعني أنا عشان أكلمها دلوقتي أنا ممكن أكلمها على تاريخ يعني أعمال كتيرة جدا يعني أنت موجودة في أعمال عظيمة حمد لله يعني كلها أجمل من بعض حتى شافكي يعني عفوا للمقاطعة سلوى شافكي في الغرفة أنا وياها عم نجهز بدنا ندخل للاستيديو يعني نجهز حالنا فبتحكي لي يا لانا دي عظم المسلسلات المصرية يعني هذا وصف كتير عظيم يعني دي حقيقة و هي عارفة كده كويس يعني لما بتشوفي سلوى عثمان في مشهد بيعلي المسلسل يعني فاكرة كويسة أوي نصا دورها قريبا في جعفر العمدة الناس بقت سايبة كل العمل وقعدة مركزة مع دور بتاعها مع أن دورها في الآخر بس قد إيه كان مهم مهم بالزف هتعمل إيه هتقول إيه وستد محمد الدنيا دور صحيح ما وهاش كبير ولكن كان مهم جدا جدا في العمل وهنا أنا حسألك يعني المشوار اللي هو من آخر السبعينات لحد النهاردة بقى أعمال بقى عظيمة يعني لو عادنا نقول أسماء الأعمال كلها أجمل من بعض ترجمة نانسي قنقر